احنا متشكرين جدا والله يعني لتلبيت حضرتك بالدعوة يعني موقتر الف خيرك ربنا يزيد حضرتك علم يعني هو المقرر ده يعني دي تاني سنة للبرنامج وبيدرس يعني السنة اللي قبلها كان بيدرس بشكل نظري فطبعا هو بصراحة من الافية جدا للطلب ان هما يدرسوه بشكل عملي خاصة ان حالك بتتميز كمهندس عمر سليم يعني ربنا يزيدك علم الجزء الجانب التطبيق في مجال الحياة العملية وده طبعا جانب كبير قوي قوي ما نقدرش نغفل عنه انه احنا مش قادرين يمكن نغطي او انا على المستوى الشخصي مش مش بغطي فاتمنى طبعا احكي يعني يعني مساعدتك دينا للبرنامج والطلابك ان هما يبقوا اكتبني جيل من المعمريين اللي حيبوا متميزين في المجال ده دي يعني اجرها عند ربنا فعلا ربنا يجزيك كل خير جزينا يا اخوان دكتور هالف شكرا دكتور الله يخلي ساعدتك يا رب هو المفروض ان الطلبة في الدفع دي مجموعة يعني تقريبا هما خمسة وعشرين فطبعا مش كلهم لسه سجل المادة احنا اول اسبوع بس احنتأكد من تسجيلات الطلاب للمادة والعدد عشان يبقى فيه مهندس محمد محمود يقدر تباحهم في الغياب والتزام بالتسكرات هيبقى اكيد اول المحاضرات الاولانية ممكن يكون مثلا حك لو تقترح شيط معين ينزل او لحد ما يبقى عندهم يعني حاجة تكليف رسمي يتعامل يعني هذا التكليف يعني لحد ما يشدوا شوية في النظر يعني تشوف حركة اللي هتمشي بيه احنا ملتزمين يعني مع حضرتك في الانسب والافضل يعني. تحت عمرك بتطور بقى ان شاء الله بتطور حضرتك. الله يخليه. الله يخليه. هو باشمانس محمد هو فيه جروب اللي هو اه 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 ما هو حضرتك اه كاتب عليها والمهندس برضو عمر كاتب برضو. انا بس نفسي باش مهندس عمر لحد ما عادل الطلاب يكتمل اه تدينا يعني يعني نبزع يعني عن شغلة حضرتك وعن اه نشاط حركة احنا دايماً بنشوفك أشهر من نارة على العالم يعني في المجال فلو تكرمت تقول لنا جزء من السيرة الزاتية مثلاً بتحب تشغل مشروعات ايه وفي البيم تحديداً حق يعني بتوسق ايه او كده. آآ طيب بسم الرحمن الرحيم آآ أنا بالنسبة لي البيم هو عبارة عن اداة وليس هذا. بمعنى ايه ان ان الواحد بشيكون مبسوط ان هو اعز في مبنى اتعامل بيم او اتعامل اوتوكاد او اتعامل بالورا والقلم لكن بيفرق كده من موضوع الاستدامة. يعني الافكار الرئيسية الاساسية اللي بتتدرس في المنهج منهج عمارة والمباني القديمة اللي احنا الاسف احملناها. دي اهم بكتير جداً من فكرة البيم. هو البيم اداة مهمة جداً هتفيدنا بكتير جداً وتوفرعين وقت. وتخلينا نتأكد ان احنا عاملنا شوال مزبوط. بس لازم نفرق بين الهدف والوصيلة. يعني البيم هو وسيلة ان احنا نعمل شوال كويس. يعني في شوال بتاعي ممكن مسلاً نلاقي ان هنستخدم الاداة دي او هنستخدم الاداة دي بالشفر كتير. لكن اللي بيفرق كتير او معنا الافكار الاسطدامة. ان انا عمل حاجة صديقة للبيئة. يعني حتى ساعات الاستدامة بتتصدم مع الليد. ممكن مسلاً قبل كده كان فيه ممكن ناخد نقط ليد في الاستدامة. لكن الحاجة بشيكون صديقة للبيئة. يعني على سبيل المثال مثلاً. اه كان في نقطة هناخدها لو احنا عملنا اه اماكن لباركنج الدراجات الهوائية. لكن مفيش حد بيروح قطر او الامارات شغله بالبايسكيل. يعني صعب اول ان حد يروحها. فالليلين ان احنا هناخد نقطة وهتبقى وهتبقى عشكلها حلو. واسمنا عملنا حاجة صديقة للبيئة. لكن عملية مكلفة على الفاضي. مش 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 هتبقى صديقة للبيئة خالص. فهي الفكرة كلها ان البيم هو اداة هتفيدنا في ان احنا نعمل هدف الاستدامة. هتفيدنا ان احنا نوصق المباني الاسرية. يعني ممكن هنتكلم عن المضادة ده بالتفصيل. ازاي ان انا اقدر من خلال البيم اوصق كل الحاجات الاسرية اللي موجودة بالمعلومات اللي فيها. بمثلا لو فيه مثلا مسجد كانت بنى غنبولة هتعمل فيه اربع مقازن اتعملت واحدة بس. فلو اتعملوا الارباحة بشكل عامل ازاي. نشوف المبنى هو بيتبني على مراحل مثلا فيه بعض المباني كانت بنى على تاتة اربع مراحل. فنبدأ نشوفه كل عصر معصور كان عامل شكل ازاي. فالبيم اداة كواسة جدا وجد فيه كتير جدا وفعلا افادت في مشاريع كتيرة. واصبحت اجباري ازاي ما نشوفه النهاردة ان شاء الله في دول كتيرة. اصبح اجباري ان احنا نشغل بالبيم. لكن بش لهدف الببيم لكن لهدف حاجات تانية. منها مثلا في موضوع الاستدامة ان احنا نوفر الهدر والمخلفات اللي بيحصل في المباني. يعني على سبيل المسال انا دلوقتي عندي مثلا المبنى ده هيتبني بمفروض بمت تن مثلا خشب او اسمنت او 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 او. لكن نتيجة ان ما فيش كوردينيشن او ما فيش تنسيج بين الاقسام. بعد ما بنينا اكترين نهد ونكسر وخدت مواد وما استخدمتهاش وحاجزة كده. فاستهلك اكتر من اللي مفروض يستهلكه. الاكتر ده ده من حق الاجيال القادمة من حق اولادنا. فاحنا كده اهضرنا حق اولادنا. فاحنا منستخدم البيم عشان نحق اهدف الاستدامة. بش عشان نتقال ان انا حق ابيم. يعني قبل كده جالي يعني شخص شخص مسؤول قوي في السعودية عايز اللي عنده شركة كبيرة وعايز يستخدم بيم استدامة سيء ان هو المشاريع القديمة عايز يعملها بشكل بيم بحيس يقول ان هو عمل مشاريع دي كلها بيم. فهيسرب فلوس واحنا هنشتغل وهناخذ فلوس لكن محدش يستفاد يعني المشاريع اصلا انت عملت خلاص. هو مش عايزها فهو عايزها بس ايه شو. فرفضت ان انا اشتغل في حاجة زي كده. فالبيم ممكن تستخدمها في حاجة جدا. ممكن تستخدمها في الاستدامة وممكن تستخدمها في الحصر وممكن تستخدمها في السيفتي ان انت تضمن ان محصلش حوادث ودي عملنا بكزا مشروعة بسليم معينة من لتأكد ان مش يحصل حوادث في المشروع. فكل حاجات دي تقول كده جدا معنا في الشغل بتاعنا. لكن زي ما قلنا البيم هو مفيدة في الشغل وحاجة مطلوبة جدا في السوق. لكن بش هو الهدف. ده بس كده الكلمة اللي كنت عايزة اقولها قبل ما نبدأ ان شاء الله. تمام حضرتك. يعني معنى كده ان احنا عندنا مجموعة من البرامج بنستخدمها للبيم وبالمناسبة انا تقريبا اول مرة اسمع عن مصطلح البيم ان هو حاجة بتدرس اسماء عمل اللايحة. يعني في اللايحة المحكم طلب ان طالما البرنامج ده بيتكلم على الاستدامة ففين البرامج البيم? وده اللي خلاني ان انا او مقررات البيم. ده اللي خلاني ان انا قعد ادور بيتخذ ازاي البيم بقى وتتخذ ازاي في كلية تخطيط عمراني. بتتخذ ازاي في كلية في نون جميلة. بتتخذ ازاي في كلية هندسة سواء قسم عمارة او اقسام اخرى. فطلعت في الاخر بان هي فعلا عدد من المقررات وهم عندهم هنا في ليحتهم عدد كبير من المقررات. يمكن هم دلوقتي عشان ليفل مية بس. فده يمكن اول مقرر. بس هما مش هي الحقوا ياخدوا كل البيم المناسب اللي ياهلهم دلوقتي في المقرر ده. فاكيد ده هيبقى كمقدمة وكبدايات لتعارف. والترمج تاني برضو في مقرر تاني للبيم وهكزا يعني. فحاجة عجبتلي على النقطة ان هو مجموعة من البرامج. هتحتاج صوفت وير معين ممكن يشتغلوا عليه. هو ان شاء الله احنا هنشتغل على في اكتر من برنامج منهم منهم برنامج البيم ده اساس عشان نعمل الموديل لكن في برامج تانية خاصة بالاستدامة. هنبدأ نشتغل عليها مع بعض ان شاء الله وكون سهل ان شاء الله. وهو غير البرامج في حاجات تانية زي مثلا البروستس اللي مفترض نشتغل عليها. العقود اللي هنشتغل بيها. يعني هناخد كان مشروع حقيقة نشغل بيه في الشركة. آآ ونبدأ ان احنا نعمله مع بعض. ففي حاجة كتيرة ممكن ماكونش آآ خاصة بالعمارة لكن لازم واحدة بيعرفها زي مثلا زي ان هو يتفق مع عميل على شغلانة الحاجات دي كلها. بإذن الله يعني تحت شرف حضرتك هنبدأ نتكلم فيها بإذن الله. ده العفو طبعا هو يعني آآ مقرر حضرتك وانا اضيف شرف معاكم. لا لا اضيف شرف يعني متطفل بس والله انكش ان انا اتعلم معاكم آآ كل خطوة يعني بإذن الله آآ يبقى خالص ان شاء الله يبقى بعد كده احنا نبدأش عددنا اكتمل ثلاثين واعتقد هما الخمسة وعشرين طالب واللي يعني ممكن يكون الخمسة وعشرين آآ زادوا آآ آآ ازيد او اكتر يعني حسب ما هنتأكد بالتسجيل. انا مش هطول على حالك وحسيبك آآ مع الطلاب لو استأذنت آآ سمحتيلي يعني بعد فترة بس من البداية المحاضرة آآ آآ اترك حضراتكم لتكملة المحاضرة وان شاء الله دايما هتواصل بقى مع بعض آآ آآ ابقى عارفة الحالك هتدهولي وآآ وانا هشتغل معهم كطالب برضو انا حب قوي ان اتعلم لكم. لا لا بجد والله يعني دي حاجة زيدني شرف ان انا اتعلم مع حضراتكم يعني حاجة جديدة. فاتفضل حك لو فيه شير سكرين لبداية المحاضرة فاتفضل حاجةك. اه طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني شرفني وجودي في آآ برنامج خاص بهندسة العمارة المستدامة جامعة المنصورة تحت اشراف الدكتورة من الوزير. والنهاردة ان شاء الله هنتكلم على استخدام البيم وايه هو البيم وايه هي فكرة الاستدامة. طيب آآ من زمن جدا. وفكرة ان احنا نعمل مبنى آآ يونيك او مبنى فريد من نوعه. دي حاجة يعني بتطمح لها البشرية. انها كل آآ حاكم او كل حد آآ مشهور او كل ملك امير عايز يعني حاجة يعني خلدها التاريخ. زي ما من خالدون بيقول انت لازم يعني المباينة هي اللي بتخلي الشخصيات هي اللي تذكر في التاريخ. يعني حتى مسلا مسجد سلطان حسن آآ تقريبا ما حدش يعرف مين السلطان حسن او يعني كست حياته بالتفصيل. بس المسجد مشهور ومعروف جدا يعني جنب القلعة آآ والممالكة على طول لي هم مباني اثارية رهيبة. المسجد سلطان حسن وهو بيتعمل آآ كاد ان يكلف يخلص على ميزانات الدولة. المسجد نفس. يعني حتى سلطان حسن قال لو لا ان يقال ان سلطان مصر عجز ان يبني المسجد. هذا المسجد آآ لأمرته توقف عن البناء. لكن هو كان عند الشروط ان هو عايز يبقى اكبر ايوان. آآ آآ فاسرف عليه جامع جدا. الصورة دي بكلامه عن برج بابل. الراجل سلطان بيلوم ابنولي برج بابل. آآ عايز اطول حاجة هياخد وقت ادي ايه. وهيكلف ادي ايه. دي دي حاجة اسية جدا يعني لما نيجي نعمل نقول لك اعمل مشروع مسلا انطور وانت راجل مهندس شغال خمسة اتنين ممكن تكون اشتغلت في حاجة زي كده. فبالمقاربة هتقول اه والله ده هيكلف كزا. تمام? طب لو مشروع انت عمرك ما اشتغلت فيه. يعني يقال لك مسلا عايزين نبني مثلا اطول برج في العالم. او عايزين نبني المبنى مثلا زي برج العربة. يعني المشروع اللي هي اللي متعملش قبل كده. فساعتها تقدير المشروع اه صعب. ولما هتقول سنتين ممكن يقول لك لا احنا عايزين نقلل. فهل فيه ممكن احنا نقلل تكلفة نفسها. فالموضوع ده فضل سنين كتيرا جدا عاملوا مشكلة ده. تمام? طيب. اه احنا من زمان جدا شغالين بالمخاطات اللي هي سنائية الابعاث زي شكل دوت. تمام? دي من الاف السنين اللي هو في المقابر. تمام? فاحنا عايزين بقى نتطور. احنا عايزين نعمل كافزة. زي ما كان الناس بترسل بالورا والقلم. وتنقلوا للاوتوكات. احنا عايزين بقى ننتقل لفكرة البم. ليه? لان فكرة البم ديت يعني هتقدر توفرينها من شكل كتير قوي. طيب انا انا بحب على طول الناس تبقى تفعلها معي. فلو عايزين اه تحدي يسأل سؤال يفتح المايك يسأل. او حد يكتب مفيش مشكلة خالصة. اه تفتكروا فكرة البم كانت سنكام. فكرة البم فكرة كفكرة. سنكام بدأت فكرة البم. ان حد يفكر نوه يعمل فكرة البم. لو انا اسمع ان الكمبيوتر من الاربعينات. في امريكا مثلا. فممكن يكون البم في فترة معاصرة يعني لما الكمبيوتر اتعمل. تمام دكتورة بصبوط الله نوه. اه هو فكرة البم كفكرة كان زي ما الدكتورة بتقول كده سنة الف تسعمية اثنين وستين. كان في احد المفكرين قعد يقول لك طيب الله احنا لو عملنا اه 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 قبل كده. الف سعمية اثنين وستين راجل قال كفكرة احنا لو حطينا كل معلومات المبنى على الكمبيوتر سهل جدا ان احنا نعرف ما اماكن الكلاشات. سهل جدا ان احنا نعرف المبنى ده تكلف اديه. سهل جدا ان احنا نستفكر جدا كأن احنا عملنا مبنى وبدأنا نعمل مبنى تاني. يعني أنا دلوقتي لو أنا عملت مبنى لحد وكان شكله حلو قوي وجميل وبعدها بعد ما خلصته أخوه قال لي تعال أعمل لي مبنى زيه جنبيه فأنا قبل ما أبدأ أنا عارف تكلفة وعارف الشغل وعارف كل حاجة فهي فكرة كلها بدل ما ببني بالطبيعة ببنى على الكونديوتر وكتشفي المشاكل فبقى نازل الموقع وعارف إنه فيش مشاكل إن أنا عارف فين أمكان المشاكل وحلتها طيب ليه بقى ما اشتهرش كانت المشكلة بأن الأجهزة بش قوية يعني ما كانش فيه جهاز بالحجم بقوة اللي هو يعمل الشغل بتاع البيبنى ده ما تعملش غير يعني 1982 بدأت شركة جرافي سوفت تعمل النسخة الأولية من برنامج الاركي كات وبدأ واحدة واحدة ينتشر تمام إحنا ما بنسمع عنه غير لما أوتو ديسك اشترت الريفت سنة 2006 تمام فبدأت نسمع عنه لكن في بعض الناس كانوا بادأوا اشتغلوا باركي كات قبل ما أوتو ديسك تشتري الريفت وفيه برافق تاني كتير منفسة لكن أوتو ديسك عندها القدرة على الدعاية بشكل قوي بحيث إنها بتقدر تنشر البريد بتاع حتى لو مش قوي يعني على سبيل المسال كان فيه برنامج حتى يسمع عنه ولا حد يستخدمه اسمه روبوت ده تحليل إنشائي مهانسين إنشائيين عارفين أول ما تدسك اشتريته من غير ما تتغير ولا سطر عملت لدعاية حلوة الناس كلها قال لي ده أحسن برنامج ووضعت الشغل به طيب على فكرة الزكاة الاصطناعي بدايته كانت سنة 1944 في الحرب العالمية التانية ده الزكاة الاصطناعي اللي احنا فجينا باليومين دون لكن هو من زمان جدا يعني كانوا بيحله بيش شفرة بتاعة الهجوم الألماني يعني طيب نكمل مع بعض إن شاء الله لو حد عنده يسأل يا ريت يسأل ما يستناش لحد ما نكمل دي أشكال مخاططات 2D من أيام الفرعنة ده موديل 3D تمام دي كنيسة قبل ما يبنوها رحوا عاملين نموذكس مصغر كده بحيث الناس تقدر كلها تشوفها وقبل ما يشتغلوا في البناء بس احنا بقى الميزة بتاعتنا ان احنا نقدر ناخد قطاعات وزكاشن وحاجات زي كده عشان نتخيل شكل المبنى احنا عندنا لو بيتكلم عن قطاع الانشاءات هنلاقي ان هو ما فيهوش تطور يعني فيه تطور كبير مثلا في صناعة السيارات فيه تطور كبير في صناعة الموبايلات كل صناعة في التطور مع هذا القطاع بتاع الكونستركشن تقريبا نفس الادوات ونفسه كل حاجة من زمان جدا اولا الاول لما تلاقي جهاز جديد تمام زائد ان الانتقال من مرحلة لمرحلة شركة مثلا بتسلم الشركة بتلاقي فيه لوحة كتيرة جدا اتكاد الشغل بيطير وحاجات كده فالقط اللي احمر ده الترادشنال في كل مرحلة شركة تانية بتستلم الشغل فالشغل بيديع يعني شركة اللي هي بتصمم بتدي الشغل للشركة اللي بتنفذ فبيتوه فبيعت فترة على ما يقدر يجمع الادوات اللي هو عايزة تدي الحاجات دي اللي هيشغل بيتوه انما في البيم هو موضل واحد ملفه واحد الناس كلها بتشغل به فبيكون الامور اسهل بكير دي بعض المشاكل اللي كانت موجودة في قطاع المباني وقدت الى وجود البيم يعني البيم لو ما توجدش كان حد تختار حاجة تانية تخلي في بيم او في بديل للبيم لكن كمية المشاكل الكبيرة في قطاع رهيب في صناعة بالمليارات لازم حد يتدخل واخترح حاجة تحلل لنا المشاكل دي يعني مثلا الميل بتاع الرامب مثلا او ان ما فيش فراف السلم كل المشاكل دي بتحصل حقيقي وبنكتشفها بعد ما شغل يخلص فاتطر ان انت تروح الموقع وتكسر وتغير والحاجات دي كلها واي حد تشتغل في موقع هيقولك على مصايب سودة حصلت تقريبا في 25% من الهالج او من الفادلات اللي موجودة في الصناعة هي في الكونستروكشن المصانع مثلا بيبقى عندها خط انتاج الحاجة بتدخل بتروح بتعمل الفاقد اللي فيها بيبقى قلال جدا انما في البيلدينج بيبقى فيه فاقد كتير جدا في الماتيريال وان هو مسلا بعد ما يركب قامرة يضطر انه يكسر فيها الحاجات دي كلها يعني كان فيه مسلا مشروع في مستشفى ما كانوش يعرفه يعني بعد ما عبانوها خالص جوم يدخلوا الماكينة فجأوا ان لا مش هينفع تدخل الحجم بتاعها لازم يكسروا الباب والباب في قامرة وممكن تأثروا بتاعك فاضطر انهم يغيروا الماكينة واشتيروا ماكينة تانية اصغر بس كتضيع في التكلفة طيب ده الوتوكاد عمل يحصل فيه تعديل لكن نخلي بالنا من نقطة ان الوتوكاد غير البيم خالص الوتوكاد بيتعامل مع بيتعامل مع خطوط بيتعامل مع سيركل بيتعامل مع يعني كل دي الحاجات دي مالاش علاقة بقطاع البناء لذلك فيه ناس بتاخذ من الوتوكاد في انها مسلا ممكن ترسم ملابس ممكن ترسم ورود والحاجات دي بيرسموها عشان يبيعوها يعني هي صناعة بتاعتي بخاصة بي ومعرفوش انها تصمم في المبانئ اصلا تمام؟ يعني فيه ناس بتصمم بها ملابس وتصمم بها احزية عزاكم الله وحاجات كتيرة لذلك انا لما كنت بكلم مع شركة وتوديسك سنة 2005 او يعني لا 2008 اتسعة كده يعني بقول لهم الريفت ولا الوتوكاد قال لي الوتوكاد بش هتلغي الوتوكاد بكمل لان هو بيدخل في صناعة كتيرة جدا لكن هو المستقبل اللي احنا مركزين عليه الريفت تمام؟ لان انت لما تيجي تقارن بين حد يكون يشتغل فترة في البيم وحد يشتغل فترة في الكاد هتلاقي ان البيم السرعة بتاعته اسرع البيم ما بتاخدش وقت في الحصر هو بيطلع مع الجاهس وهنشوف مع بعض انسالة على كده الكون هو بيقول لي الاماكن بتاعت المشاكل فيه فده بيحل لي مشاكل كتيرة جدا طيب يعني ياريت ناس تقول بالصوت او كتابة ايه هو البيم بالنسبة لها يعني كل واحد بالنسبة له ليه تعريف معين هو انا عبالما هم يفكروا جالي دلوقتي تصور جميل قوي من شرح حضرتك يعني اللي انت سألت هو الاوتوكاد ولا الريفت هو الاوتوكاد ولا البيم اساسا ما كنتش مجمعا ان البيم هو في حد ذاته سوفتوير او بردامج فلما قلت حرك المعلومة بتاعت ان هو مش حيتغير افتقرت بالضبط العربية المانيول والعربية الاوتوماتيك هي العربية المانيول مهما الزمن تقدم والناس استخدم التكنولوجيا بس هتفضل الناس باستخدم عربية المانيول وحيفضل اللي بيتعلم على السواق على المانيول يتقال عليه انه هو فعلا متمكن من السواق وشاطر يعني فانا جالي بس المداخلة دي انه يعني مهما تغيرنا يعني احنا معنا كده ان احنا كطلبة محتاجين برضو في حياتنا ان احنا نعرف شوية اوتوكاد مش شي حاجة وحشة ان انا ألم بيها وبعد كده بقى متمكنة في الريفت وبعد كده بقى متقنة بقى للبيم والبرامج بتاعته يعني اعتقد دي تبقى سياسة البرنامج او القسم يعني نحية الطلاب ولا ايه رأي حضرتك سلامة دكتورة جزيكم الاخرى هقول لحاجة حاجة انا مسلا بالنسبة لي في شغل ياريت ناس تكتب يعني رأيها او تقولوا بحس يعني اه مستفاد واتعلم من الكومنتات هقول لحاجة حاجة دكتورة انا بسلا بالنسبة لي انا نركز على الريفت يعني لو حتطلب مني اي شكل ممكن اعمله في الريفت لكن مسلا لما بصدر شغل للأوتوكاد عشان ابعته للكلاينت اللي ان الكلاينت ممكن يكون طالب الشغل للأوتوكاد بس او يعني ما مش عايز الموديل او هو في الموقع طبعا مش يفتح الموديل هيفتح الأوتوكاد فالحمد لله الواحد شاطر في الأوتوكاد في الاوامر اللي هي تخليني ازبط الطباعة وازبط الشغل وازبط الاخراج والحاجات دي كلها مثلا انا محتاج الماكس الماكس برنامج ضخم جدا وفيه اوامر كتير قوي انا باخد الاوامر اللي انا هحتاجها يعني ممكن يكون برنامج عملاق جدا وانا ادخل فيه عارف ان انا عايز منه الجزئية دي بس اراح باخد الجزئية دي والباقي انا ما بعرف برنامج تاني بيعمله خلاص انا مش لازم دا لنتعلمه يعني الراينو مثلا انا بستخدمه في حاجات معينة وهكذا يعني ببدأ اعمل ايه اه ااخد من كل حاجة الحاجة اللي هي اتفيدني اه ما فيش حاجة يسمعها برنامج ملوش لازمة بس الفكرة كلها دي راحب بيشوف ايه اللي هيستفاده من البرنامج دوت فانا ممكن او الاوتوكاد ما ينفيبقاش حد ما يبقاش عنده اوتوكاد لازم يركز على البم ومعا مسلا اوامر من الاوتوكاد مش لازم تعلم كل حاجة في الاوتوكاد يعني مش لازم يقعد يرسم سليدي في الاوتوكاد لكن جميل جدا ان هو يكون عارف اوامر اسافي اوتوكاد اوامر الطباعة او عنده المهارة لما يعوز امر يقدر يدور عليه على النت ويلاقيه وجميل جدا ان الايام دي ظهر عندنا الذكاء الصناعي اللي هو اه زي شات جي بي تي ووجل برد لو وقفت في امر ممكن اسأله وهو ان هو يجواب عليه كمام طيب فيه سؤال بيقول ما نسيحين بلون من التعريف انه بالبناء بالمعلومات لو عند حيطة ممكن ادخل سمكها ايه كم طبقة والفينيش والحاجات دي كلها او طبعا مشكلة مشكلة خالص تمام يعني لو انتو عايزين نوريكم الحاجات دي بس عشان بقس ايه مش عايز اه نظهر للمحاضرة دي بس ممكن في المحاضرات اللي جاي نبدأ نشوفها ايه موجودة ان انت اتدخل سواء استخدمت الريفيت او استخدمت برنامج اركي كاد وبرنامج اركي كاد ده برنامج حوالي حلوة جدا قول بلان برضو كويس في برنامج كتيرة كويسة في بيقول اه تعريف كويس اه اننا نشتغل انهم هتسين من اقسام تانية على نفس المشروع مع بعض ونحسل تكلفة المادة والاخطاء اللي ممكن تخطوها زي ما بتنفيس هاي الجميل لو هعمل كرسي او مكتبة بداخل كل بنات من حيث الطول والعرض واللي ارتفاعوها كذا مزبوط كل التعريفات الجميلة ان شاء الله طيب اه اه انا محبش تعريف سبت انا محب كده كل واحد يقول التعريف اللي هو عايز طيب البيلدنج انفورميشن منشنت اللي هو ادارة معلومات البناء ناخدهم واحدة واحدة ناخد البيلدنج البيلدنج مقصود بيها اي حاجة بتتبني بمعنى ايه الطرق والكباري معانا المدينة كلها سمارت سيتي معانا تمام زي احنا معانا الاسم ومعانا البرب يعني معانا الاسم ومعانا الفعل الاسم اللي هو المبنى نفسه هو مبني خلاص تبنى والفعل اللي هو هو بيبني فعل البناء يعني ممكن يكون المشروع لسه بتبني فده بم ممكن يجيلك المبنى اتبنى والراجل عايزه عشان الفسيلة منجمينت عشان يعرف يدير معلومات البناء عشان يدير تشغيل المبنى عشان يدير معلومات السيانة يعني ممكن مبنى قائم زي مثلا مبنى شيرتون مثلا او الهيلتون او حاجات دي مبنى موجود ويقول لك عملي بم ليه عشان يقدر يحط فيه كل المعلومات الخاصة بمعلومات السيانة اه جهاز التكييف مفروض هتعمل له السيانة امتى تقطع الغيار هتتغير امتى كل المعلومات دي يكون موجودة تمام طيب في نقطة مهمة الموضوع الانفروميشن الانفروميشن معاناها ايه ان انا لو عملت سيليكت على الجزء ده اعرف ان ده حيط لو عملت سيليكت على الجزء ده اعرف ان ده مسلا اه ارضية اعرف كذا كذا الحاجات دي بتفيرني بعد كده ان احنا بنوصل لحاجة اسمها او المدينة الذكية المدينة الذكية دي ان انت تبعيش في مدينة بتوصل الموضوع بتاعتك بسرعة لان لو في اي مشاكل الاشارات المروبسة بازكية انت لايه مثلا فيه ضغط هنا تبدأ تتغير بدل ما يسبتها دايتين ودايتين لا اممكن تخليتها داية ودقيقة بتبدأ تديك امكانين انت تروح للشارع تاني عشان تخافها في الضغط على الشارع دوت بيرائب كل الظاهر اللي موجودة بحيث مثلا لو فيه ضباب او فيه كذا او فيه كذا يبدأ يحللها ويبدأ اكتشف المشاكل مفيش تلامس يعني بقدر الامكان اماكن وغوف اللوتوبيس بيبدأ يجيب لك كده تنبيه سواء على المحطة او على التليفون بتاعك مدون انت واقف في المحطة ان اللوتوبيس هي كمان تلت داية او اربع داية او ربع ساعة فانت تفق قرار ان انت تركب حاجة تانية فالمدينة الذكية فيها حاجة كتير جدا ويمكن اشهر مدينة ذكية في سنة فورة بتلاقي كل المعلومات اللي انت عايزها في اي لحظة عايز مثلا بايسكيل تلاقف وتقدر تخدها وتلف بيها طبعا باجار بتشتري زي كارت كده دبي برضو من الامكان اللي فيها زكاة يعني سمارت سيتي في جزء كبير من زكاة الصناعية موجود فيها طبعا فالانفورميشن ان انت اي عنصر هتعمل سيلكت عليه هتلاقي كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها الام هتلاقي في كتب بتقول موديلينج وفي كتب بتقول منجين انا مفضل كلمة مانجيمينت لان انت مقصود ان انت تدير معلومات البناء لذلك هتلاقي اساليب اللي دورت المشاريع زي اسلوب مثلا البيمي بي تمام واسلوب مثلا اللي منجيمينت والاجايل كل الحاجات دي بتقول لك استخدم البيم ليه؟ لان البيم هتخليك تشوف الحاجة 3D خليك تشوف الحاجة الوان تخليك تتعيش جوه الحاجة وهنشوف في جوز ايه مهمة قوي اللي انا عادي ننبع عليها ان في تكنولوجيات كذا تكنولوجيا حديثة ما كانتش هتدخل في قطاع من غير البيمي زي ما نشوف في اخر البرزنتيشن ان في كذا تكنولوجيا ما كانش لها مكان غير ان البيمي فتح لها النافذة انها تدخل في المجال طيب ياريك كده كل واحد ما وجد نظره ايه فواد البيمي سواء تفتح المايك او تكتب لو المايك ما يفتحش معك قولي اشوف المشكلة دي تمام ممكن اعمل اللي عايز يعمل يعمل يقول لنا ايه فواد البيمي من وقت نظره انا بالنسبالي مسلا زي ما قلنا انت ممكن يوفر الهدر المواد هادر المواد دي من حاجات اللي بيضايع المشاريع تلاقي مسلا العشرين في المية هادر مواد الدكتورة مونا بسرعة تنجز العمل الله نور يعني ايه اللي خليهم مسلا في الفيفا بتاعت عشرين اتنين وعشرين يقول لك كل الاستاذات لازم تكون بيمي والمرة فات لما كان في روسيا لازم يكون بيمي توفير الوقت في حساب تكلفة العمل اللي يخلي المشاريع الاساسية تكون بيمي ليه ليه اللي استاذ قالك لا احنا مش مستعدين لمخاطرة ان احنا نشتغل بالاودوكين ونفاجأ ان في مشكلة ونوقف الشغل تمام ونعد دور على الحلول لا احنا عايزين نشغل بالبيم عشان لو في مشكلة نحلها على كمبيوتر احسن ما نحلها على تمام وفيه بشوي بيقول شايف ان هو الاقرب للواقع هو فعلا اقرب للواقع يعني لما حد مهندس شاطر ويبدأ يستغل بالبيمي هلاقي ان هو هو فعلا هو ده الواقع يعني حتى بالتفاصيل حتى بكذا يعني حتى في البيلامينج بيبدأ يوصل نفس التفاصيلات اللي تحصل في الموقع تقدر تعمل كوردينيشن السماء السماء خالد سؤال التعامل بين انواع المهندسين المدني والميكانيكا والمورة كل اقسام يعني تمام طيب بيقلل المشاكلة ممكن تحصل فيه ممكن مشكلة تحصل ونطر ان احنا موقف الشغل اللي احنا مش عارفين حلها ازاي يعني انا كنت شغال في مشروع ضخم جدا اسم موله في قطر تمام ده كان اضخم مول موجود في قطر وكان من جنبنا فندق فالفندق ده من ضمن الحاجات يعني ان هو كان فيه مشكلة في الارتفاعات يعني ما كانش معاول بهم اكتشفوا ان هو قوح يعني لما جون بقى يحطوا كوردينيشن وحطوا القاهروميكانيكا فاكسيلينج بدأ ينزل فوصل المستوىات تمام بشاكل فلو انهم عشان يحل المشكلة ممكن يهد لحاجة عشان يبدأ يبني تاني فقدر للشغل تمام والموضوع ده حصل برضو في برج كبير في اسكندرية بدون نذكر اسام الشركة والشركات عشان ما حصلش حادش يا زلال تمام طيب ففكرة البيم ان انا بعمل الموضل على الكمبيوتر واشوف المشاكل واحلها الميتنج بيكون اسهل لان احنا شايفين حاجات 3D بدون حاجات ان ممكن في الميتنج تلبس النظارة الفيرشور الرياليتي جايب انا واحدة اللي يبتع تلميته بحيث ان انت في الاجتماع بتبدأ تلبسها والناس كلها تشوف المشروع فبتبقى حاجة كويسة جدا يعني اه تقدر ان انت تعمل حصل في ثواني تقدر انت تعدل اسنان الاجتماع سهل جدا ان انت تعدل طيب البيم ممكن نبتدي من انا مرحلة في ناس تقول لك اعملوا كاد وبعد كده تشغل بيم لا ابدأ من اول يوم بيم عود ايديك ان انت من اول مرحلة تشغل بيم حتى وانت بتفكر حتى وانت بتعمل الكتلة تبدأ تفكر ازاي نبدأ ان احنا تشغل عليه بيم وبعد كده اسنان بس تبدأ تشوف المشروع في البيم وتبدأ تخلي البعد الزمن بحيث تشوف الحاجة وهي بتتبني تبدأ تضيف كل الوسائق اللي انت ممكن تحتاجها وحتى لما تجي تهد تقدر تهد من خلال البيم فالبيم عبارة عن معلومات اشخاص فاهمة ازاي تتعامل معاها في بوليس او في اتفاقيات موجودة هنشغل ازاي وفي تكنولوجي وجوه تكنولوجيا دي جزء منها صغير اسم سوفتوير فالريفت جزء من سوفتوير اللي هو جزء من التكنولوجي اللي هو جزء من البيم ففي حاجة تانية كتيرة هنتكلم عنها ان شاء الله يعني في شركة مثلا اخدت مشروع كبير وقالت انشغل بيم وسطابط الريفت والناس ماخدوش قرصات ومش عارفون السيستم بيمشي ازاي يعني حتى لو تعلم الريفت بس هو مش عارف ايه اللي مفروض بتعمل قبليها مفروض في نظام معين بنمشي عليه هنخدم ان شاء الله مطبق عليه بحيث ان احنا ايه نمشي واحدة واحدة مع بعض ان شاء الله طيب في سؤال هل انا كطالب ممكن احب الشغل دوت في العمارة وبقى مهندس بيم هو يعني خلينا ايه نقول انه مفيش مصطلح اسمه مهندس بيم هتلاقي كل الناس تقولك مهندس بيم تمام هتلاقي سباك كتيرة اوي وعلى لينكد ان وكل حاجة بس احنا بنكلم على الصح الصحة مفيش حاجة اسمها مهندس بيم يعني مفيش حاجة اسمها مهندس كاد مفيش اليم والكاد ده تولز انت بتستخدمها يعني في السيب بتاعك اكتب تحت كده اكتب اسمك وبعد كده اكتب ان انت مهندس معمارة او انشاء او كذا وبعد كده في وسط السيبي اكتب ان انت مهندس بتشغل بالريفت بتشغل بكذا يعني الريفت ده تولز ما مفيش مهندس ريفت ما مفيش مهندس بيم البيم دي تولز بالنسبالك يعني من ضمن الحاجات اللي بتزود المهارة بتاحتك زي مثلا ان انت راجل عرف استدامة فواخد مثلا شهادات الليد تمام واخد بس ما مفيش انت تقول كذا الا لو انت فعلا ما بتعملش حاجة غير الاستدامة يعني في ناس مهندسين هو تخصصه بشعمارة تخصصه استدامة واخد انا عارف مثلا صديق ليا واخد شهادة الليد والبريم والجساس واللقلق من الامارات يعني واخد كل الشهادة بتاعة استدامة فده من حق ان هو يكتب ايه ان هو مهندس استدامة لان هو خرج من عباية المعماري وبركز على استدامة فمهندس بيم دي يعني بش صحة الصحة بتاعها انا مهندس معماري ومن ضمن الحاجات ان انا بستخدم البيم وبستخدم الكاد وبستخدم زي ما الدكتور قالت ان كاد مش هتلغي بس اغلب شغل اللي مسلا تسين في المية بيم وفي مسلا عاخر في المية ان انا بصدر الشغل اللي الكاد وهكذا وسيلة الله نور عليك وشان صحية هو عبارة عن زي وسيلة او طول زي انا هستخدمه تمام فلما كنا بشغلين كاد كنا بنلاقي المعلومة مش عارفين فين يعني انا مش عارف مين اللي راح فين يعني بيجي لي كل يوم تلاتين واربعين ايميل منهم تلاتين ايميل مش تابعي فبتايا هنا بيبقى فيه موضل واحد كلنا شايفينه وبنقدر احنا ناخد المعلومة مظبوطة في مكانها تمام فالبيم هو عبارة عن ميسودولوجي طريقة فكرة فلسفة تمام يعني مثلا مبلغ زي دوت لو عمل سليكتاع الجزء اللي فوق هيقول لك ان ده روف ويبديه كل البيانات الخاصة بيه الروف دوت تمام لو عمل سليكتاع الول هيبدأ يجيب لك كل المعلومة خاصة بالول على على الكرتنول هيبدأ يجيب لك النداء زيز واليوباليوب تحت وكل الموصفات بتاعتها هي دي ميزة البيم تمام يعني بص على المربع المستطيل الدوت والمستطيل الدوت يعني اول ما تشوفهم تحسين تنسى بعض لكن هنا انا مش فهم اي حاجة خالص لما تكتعمل سليكت بيش تعرف ايه دول غير من اسم الليير بيش تعرف اي حاجة خالص غير الطول والعرض انما هنا هتعرف الاحداثيات بتاعتهم وتفهم الارتفاع بتاعه وتفهم الطيب وتفهم الكوردينيشن بتاعه ولو حصل كلاشات يقدر لك عليها ولو حصل حصل يقول لك عليها لو عملت اي تعديل التعديل اللي هيخلص هيتعمل على طول يعني لو انت عدلت في الول اوتوماتيك هتتعدل في الحصر بغير ما تدخل انت ولا تعمل حاجة خالصة تمام يعني لو حصل ايه تعديل مش هتطر تعيد الحصر احنا كنا شغالين في فندق كبير وعملنا تعديلات في الوحدات الصحية وطلبنا من حد يدخل يحصر يعيد الحصر فعاد الحصر في اسبوع كامل البيم مش محتاجين ولا ثانية تمام طيب اه في حد هنا انشائي مش عارف ما عندناها انشائي ولا لا طيب اللوحة دي مسلا لما تيجي لمهانس انشائي في الموقع سدونها هيتوفيها مش هبعرف مين اللي راح فين ولا مين اللي جاي فين تمام انما لما تجربوا الشكل دوت في البيم يقدر ان هو يشوفها كلهم طلبت عمارة تمام ما شاء الله طيب طيب بمناسبة مانسين عمارة كان كنت شغال مع المدير فالمدير بيقول لي فيه الرنب الفلاني الرنب ده مسلا كان طول جدا مثلا يعني خمسين متر ولا حاجة راح ايه انا عايزة كل مترين تاخد لي سيكشن طول طول حاضر يعني خمسة وعشرين سيكشن طب انت عايز كده ليه قال لي عشان اتخيل شكل المبنى انا عايزة تخيل شكل الرنب بيعمل ازاي هلا بفيه ميول شوية ولا معمول ازاي وكده بتوتم انوررك سري دي ايه ده هو ينفع اه هو بدغط الزر يعني دوست عليه وتورهول في سري دي فتظهر معاك في سري دي تمام فدي يعني العقل البشري هيفهم احسن بكتير ما معه دوري له خمسة وعشرين سيكشن واربعه دوا يحاول اتخيل حاجة بالشكل دوت تمام اهو ده سيكشن سري دي ده ده لو انت رسم الموديل والطلب منك تاخد سيكشن سري دي فده ما بيخدش اكتر من سانتين يعني تقطع وتشوف خلاص خلصت تمام يعني ده ريفت ها هوت ده ريفت عشرين اربعة وعشرين على فكرة مادمت بتدرس في الجامعة وعندك ايميل جامعي فمن حقك تدخل على اوتو ديسك وتاخد البرانج بتاعت اوتو ديسك مجاني تمام فدي هتسهل عيد كتير قوي ان فيه تولز كتيرة هتقدر انت تدخلها وتلاقيها مجاني تمام اه كل حاجة هنا بتيجي اوتوماتيك يعني انت خلاص دوست كده هتلعلك السري دي على طول طيب طيب لو احنا بصنا على الشكل ده كده لو احنا بصنا على الشكل ده كده حاول حاول تتخيل كده المبنى ده بكم يبقى عامل ازاي يعني احنا كده جالنا اللوحتين اوتوكات بالشكل دوت حاولنا نفهمهم ما تفهمنهمش تمام فلما جينا كده شفناها اه مجرد احنا شفناها سري دي فهمنا الشكل عامل ازاي دي فكرة ان احنا نعمل بهم ده المبنى اللو هو اه مدحف المستقبل في الامراض ده المدحف دوت دي المخاططات بتاعت البهم بتاعته لو انت حاولت تعمل الحاجات دي بالاوتوكات مستحيل يعني تخيل التفاصيل اللي موجودة فيه دي صعبة جدا تمام ده شكل مسلا دي اسمها رملة الصحراء دي اللي استفحى منه مدحف قطر القاومي اللي هو دوت تمام ده ده جنب بالبيت عندي فكل شوية باخد الاولاد ونروح نلعب فيه شوية تعالي حلوة اوضي تمام يعني معمول بشكل حلو فيه علعاب جوه دي حاجة جميلة ان تحاول بالاصفال في الحاجات الاشكال دي كل جزء منه لازم ينزل في المكان بتاعه ما ينفعش بيم تروح في المكان تاني لازم في المكانها بالزبط فالمصنع عملها ووديها وكانت معمولة بالبيم فما فيش اي مشاكل فالس فا ايه رأيكو لو استخدمنا الانتوكات في المشاريع اللي هي زي المتحف دوت او يعني المتحف المستقبل او في المتحف بتاع قطر القومي اللي هوتوكات ممكن يسعفنا او ممكن يعملناها شغلة مزبوط كانت فيشركة امي بي كانت بتعمل فابريكيشن يعني بتبعث للمصنع يصيرنا حاجات ويروح يبعتوها للموقع فتقريبا ستعين في المية كان بيطلع غلط ستعين في المية بعد ما بيروح بيضطر انه هو يقص وده كان بيعمل مشاكل كتيرة لان سهل ان انت تقص في المصنع لكن في الموقع بيبقى فيه خطورة وفيه مشاكل وممكن تحصل حوادث فلما عملناها في الريفت وبعتناها اللي مفنع بعد سألنا يعني الموقع ببقاش يعمل مشاكل خالص وبدأت الحاجات بدل ما كتعاشر في المية صح بقت سين في المية صح ليه لا ان احنا اشتغلنا بسيستيم كويس تمام فمن ضمن الحاجات برضو اللي احنا نقدر ناخد المعلومات ونمشترك مع الناس كلها اي معلومة بتيجي بتوصل الناس كلها بش بش تبعت اميليات وناس توصلها اميليات وناس منصلهاش اميليات لا هو موضل واحد وكلنا بندخل بنلاقي المعلومات اللي احنا عايزينها وده بيسهل كتير اي انت خصوصك هتلاقي كل المعلومات اللي انت عايزها لحد كده في حد عنده اي اسئلة او حاجة مش واضحة او عنده اكتراح هو انا ممكن يجي في بالي كطالب طب انا كده لما كلنا تخصات مختلفة واشتركنا في موضل واحد وده واحد ما بيننا الافكار وتبادل المعلومة يبقى معنى كده ان احنا كلنا شغلين على برنامج واحد ولا هم اكتر من برنامج برضو النقطة دي مسلا ممكن كطالب عايز اعرف هو البيم برنامج بسطبه ولا مجموعة برامج باستفاد منها طيب هو البيم عبارة عن زي ميستولوجي او طريط للتفكير اي برنامج يحقق لي الحاجة دي هيبقى بيم على سبيل المثال لو لو كان ادري يحقق لي ان انا لما ارسم حاجة اعرف انها حيطة او واعرف انها قامرة او واعرف انها قهربة خلاص ده كده اصبح بيمه الاسكيتش اب مثلا نزل فيه اداة موجودة جواه بتخلينا ارسم باب او شباك واعرف اقدر طلع منه حصر واقدر طلع منه هو بش قوي او بش متخصص في الشغل بتاعنا لكن هو بحقق جزء كبير منه تمام فده كده بيمه لو واحد فتح الريفت اللي هو اشهر برنامج لان اوتوداسك بتعمله دعاية واشتغل غلط بمعنى ايه شتغل غلط انه هو مثلا عايز يرسم مثلا حيطة وبش عارف يرسمها فرسم جيناريك موديل او رسم ماس او رسم كتلة زي ما احنا بنرسم في سريدي ماكس رسم كتلة وقال ان دي حيطة بس لما تجي نعمل حصر بش هتطلع معين هتطلع زيرو لما نجي نعمل كوردونيشن هتطلع زيرو فاصبح الريفت مبقاش بمب ليه لان حد استغطى مغلط فلزلك البيم هي فكرة ان احنا نقدر ندخل كل المعلومات مظبوطة بحيث ان احنا يعني هندخل المعلومات مظبوطة فاي معلومة هنحتاجها هنعرفه على طول على سبيل المثال انا مدير مشروع وطلبت مثلا عايزة اعرف تكلفة لو بنية بالاسلوب دوت ولا اسلوب ده احسن اقدر اعرف المعلومات كان مثلا فيه مشروع في السكندرية برضو كان فيه ثلاثين للشغل ان هو يبني دور كامل وبعد كده دور البعدي دور البعدي او يبني الكور ويطلع فوق خالص وبعد كده يبني حوالين الكور فعملوا مقارنة بين دي و دي ولا ان الافضل ان هو يبني الكور الاول وبعد كده يطلع الفلول فالفكرة كلها كادرة للمشروع اللي احنا قلنا ان انا لو احتاجت اي معلومة اقدر لها انا كمدير مشروع عايز اعرف التكلفة او عايز اعرف الفلوس اللي معي هتكافل حد شهر كامل او عايز اعرف تكلفة العمود تكلفة العمود بش مقصود بيها اا تكلفة العمود بس لأ تكلفة العمود بالعمالة بتاعته لو لو اجرت الناس لو اجرت كزا ايه يقدر يجيب لي بحيس ان انا اقدر اخد قرار يعني انا كمدير مشروع مش اقدر اخد قرار مغيرها ما معرف بعند معلومات البيم هيدينا المعلومات اللي اقدر من خلالها اقدر اخد القرار المناسب تمام فلزلك مسلا اه اللين اللين منجم انت ده اسلوب موجود في السيارات تيوتا اه ادروا يخليه بدل ما كانوا بيعملوا مسلا اه سيارة كل ثلاثة ايام بقى يعملوا مسلا في اليوم مسلا عشر سيارات لانه قدروا ينظموا الفكرة بتاعها فاللي احنا بنحاول نعمله ان احنا ناخد اللين وندخله في قلب اللي هو عبارة عن ايه اللي هو عبارة عن هي الترجمة الحرفية ليها سيئة ترجمة عبارة عن تكفيف او يعني جفاف او هي بش كده هي هي ان انا اي حاجة بش هتضيف فيما للمشروع بش هعملها يعني لو انا مسلا في حاجة يعني في وقت بيديع بسبب ان الحاجة بش منظمة لأ هنظم الشغل بتاعي اللي هي امثلة كتير جدا في في المشاريع بتاعتنا بس عشيز ايه ما انطورش في اول محاضرة بس ان شاء الله نتكلم عن اللين منجي بنت لان دي حاجة ضريبة انا مسلم بنتي لين على فكرة ما شاء الله ربنا يبارك ويخلي يا ربنا يبارك طب هو كده كطالب كطالب انا بقى طالب مبتدئ ولسه مسلا هتعرف او حدرس من مصلحة ان انا ادرس طالما هي منهجية اه مش برنامج واحد حصد طبو ايه البرامج اللي هي تبقى مكمبتبل مع بعض بقى انزلها مسلا وابدأ اعرف الاوامر المفيدة هنا والاوامر المفيدة هنا عشان اقول حامل مشروع ولو مشروع صغير ومبتدئ طيب هو ممكن نبتدي بالريفت لان هو الريفت هو اللي مشهور في الصور لكن ممكن مسلا في ناس مسلا في معمارة ممكن يلاقي ان برنامج ارتكاد بالنسبة له كويس واحد تاني انشيائي فيقولك ارتك له كويس بس الجميل ان الشركات اللي هي شغالة في مجال الكونستوراكشن قاعدوا مع بعض وعملوا حاجة اسمها اا بلدنج سمارت بلدنج سمارت عبارة عن شركة غير هادفة للربح مهمتها ان لو انا اشتغلت على برنامج الريفت وعايز ابعت لبرنامج الاركي كاد او برنامج الايكو سيم او اي برنامج تاني يقدر يقبالوا الموضوع ده مفيد جدا جدا انا عمل نقلة في الشغل التارية رهيبة ان ممكن اا شركة شغلت ب برنامج وشركة تانية شغلت ببرنامج تاني والاتنين بشغلت في نفس المشروع ما حصل اش مشاكل بقى اصبح في صيغة مشتركة تمام زي一 esos برامج كلها شغالة مسلا في الوينتاج بتاع الفيديو. قالوا ايه بدلا ما كل واحد فينا بشغل بانتداد مختلف. هنوحد صيغة مشتركة نبدأ ان احنا كلنا نشوف بعض ونتفهم من خلالها. فده فعلا سهل كتير قوي. الميزة ان ان كل شركات بلا استثناء كل شركات الاستدامة والستسترابلتي بدأت تستفاد من الموضوع دوت. يعني مسلا في شركة مشهورة قوي اسمها design builder. في شركة تانية اسمها IAS. في شركة ثالثة اسمها مسلا. يعني كل البرامج دي قالت احنا نستفاد من التقنية دي. انتو بتصدروا ابتداد ايه? قدنا لهم JPEXML وIFC. هنشوف الحاجات دي مع بعض. خلص احنا هناخد الحاجات دي ونشتغل بها. فكل برامج الاستدامة بتقبل الشغل من الريفت. يعني لو انا عملت شغل على الريفت او الاركيكاد او اي برامج البيم هيتقلي في كل البرامج التانية. مش لازم اكمل على نفس الامتداد او نفس الشرك. فدي حاجة جميلة جدا. تمام? يعني البرامج مش يعني خلص ممكن واحد يشغل على برنامج الريفت ولما يروح ايه برامج تانية هيبقى سهلة بالنسبة له. مع الوقت هنبدأ نشوف ايه البرامج اللي ممكن احنا نستخدمها في الشغل بتاعنا. الفكرة كلها انا عايز اعمل ايه? هل انا عايز اعمل مسلا للرياح? طب ايه البرامج اللي ممكن تفيدني بحاجة زي كده? انا مطلوب مني في سوق اسوب مش بقى مطلوب برنامج قد مطلوب وظيفة اعملها. فمطلوب مني مسلا ان انا اعمل محكاة لحركة الهوة. ببدأ اشوف ايه البرامج اللي ممكن تعمل لي الحاجة دي جات وايه اللي ممناسب لقى? لان هي البرامج كتيرة لكن الواحد بيحاول ان هو يركز على ايه انسب برنامج اللي هو يقدر يحقق له الحاجة اللي هو عايزة. ايه تمام كده دكتورة? تمام حضرتك شواندس. طيب. فكرة البيم برضو ان اصبح فيه ربط بين الموقع والمكتب. المكتب معروف ان هم ببعدين في التكييف وبشراء ونسكي فيه وحاجات زي كده والموقع هو اللي تعبن. بس يعني لو حصل اي حاجة في الموقع غير اللي نصمع معملها انت مجرد تاخد صورة هو يعمل افديت للشغل. يعني مثلا انت طلبت مكتب معينة والمكتب اللي جد مش هي المكتب تبدأ تتصور صورة هو يطور المودل عليكم. اصبح فيه ربط بين الموقع والمكتب بشكل جديد. طيب. من ضمن الحاجات برضو في اسطوب من اساليب الادارة اسمه اللي هو الاي بي دي. ده عبارة عن فكرة معينة ان احنا كلنا مسئولين عن نجاح المشروع. باش مسئولين من الغلطان في المشروع. هدفنا كلنا ان المشروع ينجح. سواء 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 سواء. طيب من خلال البن بنقدر نحن نحن نحوك توكلنا كل المعلومات ونبدأ ان احنا نشارك. ما فيش حاجة اسمها معلومة بشوصل الاخرية. ما فيش حاجات ده بيكتب معلومة. انت عندك بتبدأ تشوفه ويبدأ ان احنا تجي ان يحصل مسلا. اب ديتت بين كل الشركات مرتين في الاسبوع مسلا. تمام? فدي من ضمن الحاجات الجميلة. فالادارة المشروع بيكون اسهل مع البيم. بيبقى فيه تنصيق كده ومشاركة للمعلومات والحاجات ده كلها. اه هنا مسلا صورة كان المعماري الواحده والانشاء الواحده وقهروميكاني كان الواحده. مع البيم اصبح كلنا متفكين على الفكرة. على فكرة فيه مشاريع فعلا الواحد يشغل فيها. الانشائي وكهروميكانيكاني ما كانش متخيل شكل المعماري غير لما المشروع خلص. يعني لما لما المشروع شاف في الموقع عارف المعمار يفكر في ايه. يعني هو المعمار عمال يبعث له لوح وعمال يبعث له لطو دي وطو كياد وبي دي اف والتاني مش قادر يتخيل شكلها. لكن لو في مرة المرات بعث له حاجة سري دي اكيد هيتخيل شكل بتاعها وهيقدر ان هو يفهم. البيم بقى مستو ان هو تقدر تعمله اناليسي في السواني. اه تقدر تحلي كلاشيات. تقدر تعمل حصر. تقدر تعمل الاجمانتد رياليتي والفيرشور رياليتي. طبعا كلنا جربنا الاجمانتد رياليتي والفيرشور رياليتي مظبوط. كلنا عافينه. لان هو دخل في مجال الالعاب ودخل في مجال الافلام. فازن كلنا جربناه صح? ولا? هو تقريبا انا الوحيدة اللي في حضراتكم اللي مش حيب اجربته. لان انا دي شغفة ان اتعلم. بس يعني لسه مش ما تعلمتش بقى بحاجة زي كده. لأ ابو حدوك هتلاقيك برضو شبتها دكتورة اللي هو الاجمانتد رياليتي ان انا مسلا يبعني شكل معين ومن خلال المبايل بابدأ اشوفه على المكان حولي. يعني ممكن يكون في مثلا لعبة دانيسور. اه ويبدأوا ان هو اشوف الدانيسور ده في الغرب اللي فيها. فعلا اه ده جربت فعلا ابني ابني ورهولي في يعني عملنا تخيل اه لو مسلا الفراغ ده مساحته تبقى قد ايه لو في يعني حاجة موجودة في المكان قطعة ننقلها قطعة اساس مسلا حاجة كده. اه اه. اغربتها بس يعني مش مش كاستخدام يعني زي حضراتكو يعني. لا لا العبقى دكتورة مسلا عامل حاجة زي كده ان انا قبل ما اشتغل حاجة ممكن ابقى في الغرفة بتاعتي واجرب الاساس اللي موجود بحيس شوفه هيبقى يتسع للغرفة ولا هيبقى في مشكلة. فالتكنوليشة دي لها استخدامات حلوة قوي هنشوفها مع بعض في قلب الشغل بتاعنا فقال بيكون استراكش. تمام? اه ماشي نكمل. اه في حد بيقول بيظهر في الكاميرا سناب شات. انا ما اعرفش ما اجربش السناب شات الصراحة. بس جربت المسنجر بتاع الفيسبوك كان بيقى فيه شوية تخيض على زي كده. طيب دي مسلا التكلفة. يعني من ضمن ما زال بيم ان هو بيقول لي تكلفة العمود كام? يقول لي الريبار هيكلفك كزا. والفورمورك هيكلفك كزا. والكونكريت كزا. والعمالة كزا. ولو انت هتجيب عمالة من برة هتأجدارهم هيكلفك كزا. والمصامير هيكلفك كزا. فالمجمل هيبقى تكلفة كزا للعمود. والوقت هيكلفك كزا. الوقت ده برضه بتبدأ تقسمه. وممكن تقسم مسلا مجموعة معينة تقول ده زون واحد. ده زون اتنين ده زون تلاتة. فممكن تدي كل واحد فيهم لون. او تقدر تقول له اظهر ده شوية وده شوية وهكزا. فبديني امكانيات ممكن ما يكونش موجودة في البيت البرومي. تمام? فمن ضمن الحاجات اللي مفيدة ان انت تقدر تحدد تكلفة قبل ما تقدر المشروع. وبتقدر تهتزم بالوقت. ليه? لان انت ما بتواجهكش مشاكل في مرة واحدة اكتشفت مشكلة فتقدر تلاقي ان انت مضطر توقف شغل عشان تعرف تحل بشكل دي ايه? يعني طب من ضمن الحاجات مثلا ان فيه كاميرات موجودة. انا بكلم عن شكل فعلا يعني حصلت. واسامي ناس الدكتورة عرفها من دكتورة مرة ممكن اقولها بعد الحلقة من يعني مثلا كان فيه كاميرا وفيه مثلا دكت هوا هيعدي. واللي عمل الدكتور بتاع التكييف مكنش عامل حسابه ان فيه عمود. فاضطر ان هو ينزل بالتكييف تحت الكاميرا. لما نزل بقى الارتفاع بتاع التكييف وصل مية وتمانين. يعني لو واحد طويل شوية هيخبط. فوقفوا الشغل يعني يكسر في الكاميرا ولا نعمل ايه ولا نغير السمك بتاع الدكتور. مشكلة رهيبة وقفت شوية كزا يوم عشان يحلوا المشكلة دي لانها فعلا مكنش هتنفع تتعمل. تمام? الجميل ان شغل البيم هقال لنا معاهد لا مكنش بتحصل. اللي هو ايه? كان مفروض يعني ان انا لما بغير في الكواليتي يعني عايز كواليتي عالية فهديها هيك حساب التكلفة. التكلفة تعلى. والوقت هيزيد. فلما تيجي تقول له مسلا عايز اقال للوقت يقول لك ده هيبقى حسابة تكلفة تكلفة تقل. فلما تيجي تزبط البنترون تلاقي الجاكت ضرب منك. لا هنا بقى كله بالزبط مع بعض. يعني كواليتي افضل. الوقت اقل التكلفة اقل. الكواليتي مقصود بها ان الريسك مانش بنتبقى افضل. الكوردينيشان بقى افضل. معرفتي بالحاجة اللي هتطلع بالزبط هتبقى عاملة ازاي ده هيبقى افضل. فالداء بتاع المشروع بيبقى احسن. يعني من اول مرة الشغل بنزي دي تركب. ان انا في اي لحظة عايز اعرف اماكن الكلاشات. في ثانية بتقدر بتعرفها. اه نقدر نزود الانتاجية. في دي من الحاجات اللي انا بعتمد بها. لان ده حياة انسان. العامل دوت ايا كان عايزين نحافظ على حياته. ما يحصلش اي حوادث خلص. فمن ضمن الحاجات مسلا هنشوفها من خلال بيم. ان انا بشرح لهم فكرة سيفتي سري دي سايت. يعني بوريها له سري دي. ودي حاجة مهم قوي ان العمال كلهم يتخيلوا كل حاجة تحصل ازاي. دي هتلفل ازاي وده هتعمل ازاي والحاجات دي كلها. ودي حاجة في علم الادارة اسمها يعني اصغر عامل في المشروع فاهم الشغل هتنته ازاي وفاهم المشروع هتعمل ازاي. دي مسلا من ضمن الحاجات. ده برنامج عملنا سيموليشن. ادبنا له مودل بيم. يعني هو كل اللي احنا عملنا دي نوضل بيم. قلنا له اشتغل. تمام? فبدأ يدرس ويقول لك والله في عند فتحات ايه? ابدأ احط لها حاجات عشان ايه محدش يقع في الفتحات دي. يعني بدأ يعمل دراسات وبدأ يقول لي خلي بالك ان في مشاكل في الرام بخلي سيفتي رهيب جدا بحيس ان هو يقلل حوادث اللي مسلا يعني اقلل من واحد في المية من الحوادث اللي ممكن تحصل. ان هو بينبهني بشكل قوي جدا بكل المشاكل اللي ممكن تحصل في المشروع. ده اا من خلال بيم قدرنا نعمل من تبلان سري دي بحيس الناس كلها تبدأ تشوفها ومعمول الوان واماكن البكرين هتستحطي فين? تمام? وازاي هنقدر نفكها بعد ما تحصل? ده في جوال سيموليشن سري دي. وفي الناس بتقول لك فور دي وفور دي بس انا ما حبش المصطلحات ديك وهنفهم ليه بعدين. انا بحب هو سري دي اخرنا والبابة نقول له هو عبارة عن ايه. ده انا مسلا مشروع ناحية الشمال كان البلانت وده لما تنفس. مست البيم ان هو اللي انت بتصممه هو اللي بيحصل في الموقع هو ده اللي بيبقى الاسبلت اللي مشروع بتنفس فيه. ومسته ان انت لما بتعدل في البلان بتعدل في بيتعدل في الحصف. فما بيحصلش ان انت تتبعت مخططات وفيها تضارب. لا. كلها سابعة. نتيجة لكده البيم اصبح اجباري في دول كتير جدا. يعني اه في في المانيا في استراليا في بريطانيا اه في اماكن كتير جدا اصبح البيم اجباري في سنة خورة في كوريا الجنوبية في الامارات. اه وانا كنت من ضمن الفريق اللي موجود في قطر ان البيم يبقى اجباري ولا ما يكونش اجباري. لكن يعني المجموعة اللي انا كنت فيها وانا منها قلنا لأ ما ينفعش يكون اجباري لان اعتبارات اقتصادية ان مرة واحدة ده ينزل قرار البيم يكون اجباري والناس مش مستعدة بلاشي. خليها اجباري على المشاريع الضخمة. تمام? ففي دول كتير جدا زي جنوب افريقيا مثلا اه كندا الحباب دي كلها البيم اجباري. اه امريكا ما ينفعش با اجباري لكن هو اجباري في المشاريع الحكومية. يعني وطبعا اغلب الشغل مع الحكومة لو عايز مشاريع الحكومة لازم تعمل لهم شغل بيم. تمام? ففي دول كتير جدا اجباري ففي فرص كتير جدا للشغل البيم نتيجة ان هو بشغتيار اجباري. زي استراليا مسلا. طبعا حكومة دبي اه اطلع القرار ان هو يكون اجباري. تمام? اه المباني اللي هي اكتر من اشرين دور. اه المباني اللي هي الدول اه برة اه الشركات برة اه شركات اجنبية يعني. المباني زي المستشفيات والجامعات. ده كل ده لازم يكون اجباري. طيب اه طبعا فيه اكواد بنشغل بها. تمام? مصر فيه كود معمول خاص بالبيم. والاشهر على مستوى العالم الايزو. ايزو تسعتاشر الف ستمائة وخمسين. لو حد ما عندوش كود ممكن ابعتها لكم على الجروب. وتبدأوا ان انتم تشوفوه ان شاء الله. تمام? بس خلونا واحدة واحدة نفهم ايه هو البيم وايه هي العودة بتاعه. ان شاء الله نفهم الايزو مع بعض ان شاء الله. طيب دي اللي احنا وعدنا بيها ان ايه افضل تكنولوجيات موجودة. تمام? لها يعني كل دي ما كانش يباليها علاقة من غير البيم. يعني البيم هو اللي سهل ان التكنولوجيات دي التمن تكنولوجيات دول يكونوا موجودين في صناعة الكونستركشن واستفادوا منها. تمام? يعني مسلا عندنا الزكاة الاصناعي والنترنتف سينجس والروبوت وكل حاجات دي. لو ديتوا لوحة اوتوكاد بيش هيفهم حاجة. يعني انا اشتغلت فترة ببارمج بالاوتوكاد وبالريفت وبالاوتوليزب والحاجات دي. لما ببارمج بالاوتوكاد باخد جهد كبير قوي عشان افهم ان ده حيطة. انما في الريفت هو اصلا عارف ان دي حيطة مش محتاج ان انا اقول له. وصلت الفكرة. فبيوفر لثمانين في المية من الشغل. فلو انت عايز تتعامل مع الروبوت او الزكاة الاصناعي او الحاجات دي كلها. لازم يكون شغال في فكرة البيضة. الزكاة الاصناعي طبعا كلنا سمعنا عنه. ان شاء الله برضو نتكلم عنه بالتفصيل كده في المهضرة. بس ايه نكون قطاع نشوق كده في الاستدام. طيب الزكاة الاصناعي من ضمن التكنولوجيات القوية جدا واللي فيها ميزانيات مفتوحة. يعني ممكن واحد يكون شغال في الهندسة المعمارية. وشغال برضو بالزكاة الاصناعي. وفي ناس فعلا دكاترة مصريين عاملين حاجات اه معروفة على مستوى العالم خاصة بالزكاة الاصناعي. تمام? في كزا دكتور يعني بدون زكرة سامة هنتكلم عن المنتجات بتاعتهم. عاملين شغل رهيب جدا دكاترة مصريين. اه في الزكاة الاصناعية عاملين اه مواقع حلوة جدا. فالزكاة الاصناعية دخل ازاي بقى في المجال الكونستراكشن? اه ممكن هو تسأله حاجات في الادارة. مسلا. انا باستخدام مسلا لكون عندي ايميل وانا مش عارف اكتب ايميل بشكل شيء. بقول له اكتب لي الايميل واتده له الفكرة وهو يبدأ ان هو يعملها. اه ممكن نفكر معايا ازاي نوفر في التكلفة. ممكن نفكر معايا نعايا اني شخص. اه ممكن اه اسأله مثلا كان فيه مشروع انك تشغل فيه اه خاص بعمرة هندية تمام? مشروعين. اشتغلت في مشروعين لو ما لقى بالعمرة الهندية. فكت لازم افهم العمرة الهندية. فبدأت اسأله ايه الحاجات المشتركة بين العمرة العربية والعمرة الهندية. طب ايه الحاجات المختلفة? طب ايه الرمز اللي موجود بسط العالم? اللي هو المغزل اللي كان بتاع غندي? فبدأ يوفر لوقت بدلا ما اقعد ادور في جوجل والحاجات دي. ففعلا ازاي كنت اصمعي. هو انا هو انا كده معلش انا اسفل مقاطعة حضرتك. بس هو انا كده مسلا لو قلت طب انا كبرنامج لو طبقت على الطلبة انه هم يدرسوا يعملوا يعملوا تصميم لحاجة بالذكاء الاصطناعي. اه انا كده يعني بحضرهم برضو لسوق العمل او بحضرهم لحاجة ممكن يتفاجئوا بيها في مكتب. يعني انا كنت فاكرة مسلا او الجيل الجيل اللي قدي مسلا في السن ان دي تكنولوجيا طالعة اه حتخلي الطالب يستسهل فمش هيتعلم. فاحنا كده هنبوزهم بدل ما نعلمهم. وبعدين لما لقيت ان في مهندسين وناس قيمة كبيرة زي حضرتك بيقولوا لأ ده انا باستخدم طول والطول دي فدتني. طب انا ليه مغيرش في ليحتي كمؤسسة تعليمية وابدأ انزل كورسات بتتكلم عن الكلام ده. وتعلمه بطريقة شرعية جدا ان انا اعلمه شجبي دي ده لو مثلا هو برنامج ينزل لو حاجة باستخدمها سوفت وير. واقول له اه صامم انا معترفة جدا كمؤسسة ان انا بعلمك لو اتعرضت في مكتب يقول لك صمم لي الممر ده بالذكاء الاصطناعي اكتب لي زي ما حتم تقول الايميل ده فا يعني ده حاجة كويسة. يعني انا شايفة كده حاجة دعمتلي الفكرة يعني انا هي كتا عندي كفكرة بس كلامك دعمها ان حضرتك ده حاجة كويسة يعني تصرف محمود يعني. تماما دكتورة. اه هقول لحاجة حاجة. اه الجامعات برة اه في امريكا واوروبا حاجات دي. قال لك احنا مش هنمنع هنخلي الطالبة تستخدمه. بس بشرط يعني استخدم شات جيبتي وفهم كل حاجة. بس بشرط اه ان انت لما تجل المحاضرة وهسألك تقدر تجاوب. يعني انت عملت اطلبت منك بحث وانت عملته. مفيش مشكلة. انا سامح بان انت استخدم شات جيبتي. ووش هستخدم اي برنامج تشف انت استخدمته ولا مستخدمتوش. بس المهم يبقى عندك قدرة ان انت تناقشني في الكلام المكتوب. ما تبقاش حافظ الكلام. او ما تبقاش اه نسخته كوبيبسته وحطيته من غير ما ما تقراه. هي دي الفكرة. اه صح صح عندك حق. اه احنا ممكن ناخد امثلة برضو بزيكة اصناعي ازاي اه اه هو في انواع كتنا بزيكة اصناعي فيه نوع مسلا اللي هو النموذج التوليدي يقدر يولد كلام في النموذج تاني خاص بتوليد الصور. ممكن ناخد امثلة للحاجات دي لو حضرتك سمحتلنا. اه طبعا ولو عايز تدينا مثلا كتاسك تقولنا ازاي نستخدمه هما على فكرة هتلاقي فيهم ناس اشتر مني بكتير وبيستخدمه وشاتج بتيه وبخبيين يعني مش عايزين يقوله عشان ممكن اكون اعطي حاجة في مشروع ولا اعمل لي بلانو ولا حاجة في مادة بدرسها ومش عايزين يعترفوا على ده في سهم يعني. بس هو والله ليه لأ اما تدينا تاسك كده وكلنا نعمله ونعرض اه الحاجة دي اه يعني تتحكم او تاخد درجة تبقى حاجة هايلة برضو. حتى لو حاجة بسيطة حاجة بسيطة مش لازم حاجة كبيرة. لا لا بإذن الله ممكن نعمل محاضرة كاملة عن موضوع الذكاء الصناعي دوت. يليت والله. يعني مش هنتكلم عن ذكاء الصناعي حاجة خارج العمارة لا كلها في العمارة. كمان. اه ان شاء الله اكون اه مفيدة في المستقبل بس في نقطة عايز ااكد عليها. زي ما قلت ان البيم اه هو وفي نفس الوقت هو فبردو الذكاء الصناعي هو بش هيقدر يحل محل المهندس. بمعنى انا ممكن اقول له اعمل لي التصميم الفلاني. ويعمل تصميم جميل جدا. تمام? لكن التصميم دوت ما فيهوش الافكار المعمارية اللي احنا اتعلمناها من الدكتورة المنا. هتلاقي ان هو شكله حلو. ممكن مثلا اقول له ما ابنى على شكل فراشي. لكن لو انا خدت التصميم نفسه وانا ما عنديش فكر استدامة او ما عنديش المعلومات المعمارية الاسسية. هتلاقي ان هو مسلا عمله مغير شبابيك او عمله مغير بواب او عمله اه كانه مكبرة. فهو او بنجد له شكل حلو. بس هو كانه بيرسم لوحة فنية بش مهم عنده محدش علمه الافكار المعمارية. ايه دينين عليهم اعلى ده بقى هم. لو اعتقد ان فيه حد فتح المايك. ممكن حق تتحكم فقفل المايك كهورست يعني. تمام دكتور. بس هو فعلا والله حق يعني بتفتح مداركنا العناصر يعني احنا كجيل قديم مش قادرين نعيها وفي ناس مش قادرة تعترف بيها ان هي مهمة وفي ناس رفضت اتعلمها وفي ناس خلاص وفضلت على نفس المنتقى دي عارف لو تفكيري كاستاذ جميعي بس حاول ما انا خلاص اتعلمت والدنيا عدت بي وخلاص بقى الوحدة هتلع معاش. هفكر في كده. انما الفكرة ده انا بفكر كمدير اللي هو عايزة يعني نظر المدرسة بقى. او مدير المدرسة. عايزة ولاد المدرسة دي يتعلموا احسن مني بكتير وما يتعلموا زي. لو تعلموا زي لا. ده هم اللي يتعلموا يعني اكثر مني عشان يطلقوا متفوقين. فعشان كده انا شغوفة قوي قوي باللاحرك بتقوله يعني على المستوى الشخصي العية ربنا والله يجزيك كل خير على كل معلومة قدمتها يعني. الله يكمل كثير. اه تمام. اه ان شاء الله بإذن الله نبدأ ان شغل الحاجات دي بإذن الله. طيب. في حاجة تانية برضو. اللي هي الانترنت دي حاجة رهيبة جدا ودي اه صناعة بالملايين. يعني ممكن واحد يقول لك انا هتخصص في الزكاة الاصناعية. واحد يقول لك هتخصص في انترنت فسينجس. واحد انا هتخصص في الروبوت وهكذا. تمام? انا عرف حد ما تخصص في الروبوت في قطاع المباني يعني بيبعث بيبيع للشركات. الروبوت يخش يبني ساعة في البناء. تمام? في مسلا انترنت فسينجس ده ان التلاجة تبقى متوصلة بالنت. وتبدأ تشوف ايه الاكلات اللي نقصة وتبدأ انها تعملها وممكن تبعت للسور ماركت. تقول له انا عايزها الحاجات دي. تمام? فدي يعني لازم تكون برضو مرتبطة بالبيم وكون مرتبطة بالنموذج اللي موجود. انترنت فسينجس. انترنت الاشياء. حتى اثناء المباني ممكن تبقى فيه اجزاء معينة مرتبطة بالانترنت ونقدر احنا نتحكم في كل حاجة. الوجمانت دي رياليتي. تمام? طيب الوجمانت دي ده ان انا مسلا يبقى عندي حاجة تو دي مخطط سواء فلور او سيكشن. مجرد ان انا ارفع الموبايل ابدأ اشوف حاجة سي دي. ممكن يكون المبنى لسه مبناش وابدأ اشوف المبنى لما يكمل يبقى عمل ازاي. ممكن مكنة معقدة زي كده فقدر اشوف التوصولات بتاعتها. مفروضها تتوصل ازاي او تسفك ازاي او الحاجات دي كلها. بدل ما يبقى عندي هتلج ورق مسلا متين صفحة لحدش بقراه وبيرنيه. لأ ممكن من خلال دي تبقى سهلة جدا ان انا بعارف ايه الحاجات اللي انا اقدر لنا افتح بيها واقفل او اعمل سيونة زي ما انا عايز. دي مسلا ان الضارة بتلبسها وتبدأ تبقى شايف الحاجة لما تخلص ستبقى عاملة ازاي. ده قبل ما نبدأ في المشروع. وممكن تبقى شايف الكابل اللي ورى حيطة. هو مش متخصص ما يشوف الحيطة بس بيدخل الصورة اللي معمولة في الموديل مع الحيطة. فده لازم تدينه موديل بيم. وانت ماشي في المكان يوريك المواثير اللي تحت حيطة. فيه برنامج فيه متخصص في في الانفرا. يعني لو انت ماشي في الشارع والطلب منك تحفر. فمن خلال انتظر تعرف ازا كان في مواثير في الشارع ولا ده مسلا حاجة زي كده. تخيل مسلا ان احنا في الاجتماع. اللوحة اتوكاد عادية مطبوعة. ولكن بان جرد ان انت تمشي بالموبايل تبقى شايفها بالشكل دوت وتقدر تدخل جواها بكل سهول. وتقدر تشوف دور دور وتقدر تشوف الحصر وتقدر تشوف كل غرف اسمها ايه. وتقدر تتنقل بين الغرف بشكل كويس. وفوزة الاجتماع تقدر ان انت توريهم المبنى هيبعمل ازاي? اه وهيبيني ازاي? يعني اول حاجة هتبدأ مسلا البيلس وبعد كي يبدأ بيحط الاواعد وهكذا. فتخيلوا ان الافضل يعني لو قلنا مسلا العليمين ديت اللي هو البيم ده هنددل رقم واحد. والاوتوكاد هنددله رقم اتنين. انت حدك تفضل بتشغل برقم واحد ولا برقم اتنين. سريعا كده في الكومنتات في الشات. تمام. الفيرش والرياليتي ان انت بتبقى لابسة نظارة وتبقى مكانك انت مكانك جغل مكان نفسه. احنا لما لبسنا النظارة دي فعلا كنا جايبينها عشان المالك. عشان نورني الشغل لمالك المشروع. تمام? كان جاي الاجتماع. اه لكن المهندسين اول مرة اشوفوها فكل مهندس قال انا عادة لبسها. مهندس المعماري والانشائي والمكانيكا وكهرباء. كل واحد اول ما لبس النظارة. اللي هي تاعت ميتة ديت. اه كل واحد اكتشف عيب او اكتشف مشكلة في الشغل. يعني حد مسلا اكتشف ان ان في بايب مسلا ظاهر. ما فروض ما ظهرش. في واحد المعماري اكتشف مسلا ان في الطريق. مفروض ما يشوفش الشغل الكهروميكانيكا في السطح. هو شايفه. فمفروض ان هو يزيحه او يعلل ببارة وكده. فغيرنا شغل كتير جدا واكتشفنا مشاكل ما كناش هنشوفها غير لما مشوع اي خلاص. ففيه ناس بيستخدم الاجمانتد رياليتي ده منظرة او شو او او. لكن هو استخدامه عالي جدا في الشغل بتاعنا. طبعا في الالعاب اكتر بكتير. بس احنا نتكلم في شغل الامارة يعني. تمام? ده في الاجتماع. دي فعلا في الاجتماعات بنلبس النظرة دي فعلا ونتخيل كده ونعيش مع بعض. الدرون. الدرون قدرات عالية جدا. قدت انا من اول امبرح في اللي اكسبو. فكان فيه درون مسلا مسؤولة انها بتروي الزرعة. يعني كبيرة ضخمة وبتسل الزرع. فيه درون بتشيل اه حاجات معينة طوب مثلا او جهاز وترفعها لفوق. تمام? استخدموها في فلسطين اللي ومن اللي فات دول بشكل اه جميل يعني. تمام? كان فيه اه السلاح معمول بالزكاة الاصناعي. يعني السلاح متزبط بالزكاة الاصناعي لو شوف فلسطين يضرب. الدرون طلع ودمره من فوقه. فالدرون ممكن استخدام كتير جدا في الشغل وتقدر ان ان انت تتحكم فيه بالاااا بالاجهزة الحديثة دي. تمام? ممكن من خلال الموبايل ممكن وهكذا. فهذا ليه ليه شغل تير جدا. الروبوت ممكن يبني لك الحاجات. ممكن يشيل حاجات ويحطها ويمكن يبني بدرجة عالية. فدي من الحاجات الاسسية جدا يعني. او. طبع سلسطين الابعاد. طبع سلسطين الابعاد مش بتبني موديل او حاجة صغيرة او لا ده ممكن تبني مبنى كامل. تدي له مبنى كامل هو يبدأ ان هو يبنيه بشكل دقيق. فتخيل ان انت تبع عندك مثلا عايز تبني الف مبنى تروح يدينه طبع سلسطين الابعاد تبنيهم لك كلهم مرة واحدة. ما فيش درجة اخطاء وكله ما فيش عمان وفيش فرصة. ودي بدأ يعتمدوا عليها في السعودية وبدأوا يعتمدوا عليها اه في الامارات. دي اه كان مشروع اه برج في الكويت ونوربان فوستر اللي كان بيعملوا. فعمل مبنى وبعد كده اشتغل بالبراماتليك وبدأ يعمل كل النماذج ديت ووراها لهم هما يختاروا بقى. طبع كل دول بطبع سلسطين ابعاد وبدأوا ان هما يختاروا لهم عايزين. تمام? حاجة بالشكل دوت يعني بص انت ممكن بتعدل برامتر يبدأ ان هو يعدلك المبنى كل. ودي ممكن تعملها بجوة الريفت عادي. نخليها حاجة اسمات دينامو. تمام? الافكار دي خليتهم بمهم حتى لما سفروا المريخ وعايزين يبنوا في المريخ بدأوا يعتمدوا على التكنولوجيات ديت وبدأوا ان هما يستخدموا طبع سلسطين الابعاد بيستخدموا البم. يعني هما يبنوا في المريخ بيستخدموا تكنولوجيا البم وبيستخدموا فلسفة حسن فتحي. قلنا ان الافكار المعمرية اللي بنتعلمها اساسية. حسن فتحي كان قال انظر تحت قدمك وابني. ما تروحش تشتري خامات من مكان بعيد. لا لازم تكون من نفس البيئة. فهم قال لك احنا هنبني بالطربة بتاعة المريخ بش نستورد تربة من الارض. تمام? آآ طيب دي بقى فكرة ان البيئة نفسه فيه حاجة كترة جدا جزء منها لكن هو فيه تكنولوجيا وفيه آآ حاجة كترة جدا ممكن احنا نبدأ انتقلم فيها. طيب انا عشان بس نتقالش عليكم. آآ اعتقد نكتفي بازك قدر النهاردة. وجازكم لو كله خير. لو حد عنده اسئلة اكون شكر. هو انا بصراحة متخيلة ان هما دلوقتي حينقاسموا الفريقين. الفريق حيبقى مباهر جدا انه هو يعني كل دي جي حاجات بيعملها البعباري. وبيعملها التقدم في صناعة البناء يعني. وممكن يحصل بقى صورة علينا ان احنا ملعبش الحاجات دي. بس الحمد لله ان ربنا بقى عد حضرتك يعني لينا تتنورنا او تعلمنا بقى الحاجات المفقودة عندنا يعني. وفي تاني حيبقى شغوف جدا انه حيبقى متحمس وعاوز يرسم ويشتغل كل مشروعاته كطالب بالسوفت وير دي او بنقول بقى ادق بالمنهجية دي. زي ما حك يعني تفضلت وشرحت هي هي منهجية وليست برنامج واحد يعني. طبعا احنا يعني بنشكر حاجة جدا جدا على وقتك السمين وعلى توضيحتك الرائعة وعلم حضرتك يعني ما شاء الله المتميز وبنوعدك بإذن الله يكون عندنا تطبيق ونخرج منتج عملي يعني عشان يكون في يعني اصادة للكورس وفرصة فرصة هايلا بصراحة يعني انا حعمل اقول اذا رجعت بالزمن الايام الدراسة فالواحد لو كانت تعلم الكلام ده من دكتور عمر زمان كان زمانه يعني بقى في حتة تانية بس ان شاء الله مرحوقة مهما السن كبير برضو نقدر نتعلم ونستفيد يعني. فإحنا اللي بنشكر حضرتك والله. احنا اللي نشوحك جدا يعني. العفو دكتورة حضرتك دايما نصيداتنا دايما تعلم منك الله يا كرام. العفو والعفو والله يعز حضرتك يا رب ون دايما كده من نجاح للنجاح. شكرين جدا لزوءك وقترقال في خيرك وان شاء الله نشوفك على خير في محاضرة قادمة. في اي حد من الشباب بكاتب حاجة في الكومنتس عشان انا انا مش شايفة يعني او عاوزين اي حاجة تسألوا دكتورة عمر عليها لو تكرمتم. انا برضو مش مش شايفة الكومنتات بس حك يعني يعني. حابب اشكر حضرتك دكتورة عمر انا محمد محفوظ ان شاء الله اكون مع حضرتك. وحابب برضو اشكر دكتورة مونة ان هي خليتني اكون في المادة دي واستفيد طبعا معاك وفي نفس المجال ده واعتبر برضو جديد. يعني انا اعرف عنه حاجات ولكن مش زي حضرتك. اه كنت برضو اتمنى ان حضرتك لو تعمل لنا مسلا اه بروسس كده نمشي عليها. اه بموعيد مسلا محددة بحيث نعرف احنا عايزين حتى نطبق عملي. احنا عايزين حضرتك نستفيد بقى من حضرتك في التطبيق العملي ان حتى اكيد اشتغلت في المشاريع وعارف. فعايزين احنا نستفيد بالنقطة دي. اه حضرتك قلت اه عنوان كتير جدا اه كل واحدة فيها عشان نطبقها في عايزة يعني كرسي كامل. واحنا بستأذن يعني وبشور مع حضرتكو ان احنا ممكن ناخد مسلا اجزاء معينة جزئين او تلاتة ملاحظاتك قلتهم ونبدأ نشوف ازاي دولي تطبقوا في المشاريع واحنا ممكن نطبق عندنا مثلا في المشاريع ازاي. حتى على سكيل المشروع مثلا بتاع التيرم او كده. بحيث نخرج حاجة فعلا اه نستفيد بيها في التيرم وفي الجزء الاكاديمي وجزء برضو العملي. ده يعني كانت ملاحظة. يا ريك برضو انا انا برضو بضم صوتي لصوت بشمهندس محمد محمود ان فعلا نتفق مثلا مع حضرتك اه اه على الخاص انا وحركوا البشمهندس بشكل المنتج او المشاريع وان نعيد سياغتها في شيط وبحيث انها تنزل للطلاب يعني اه يعني بضم صوتي لصوت البشمهندس بحيث انهم يبقوا عارفين هو الجزء بتاع اعمال السنة والسيكشن حيشتغلوا يعني ان احنا برضو حنبقى معاهم في الجزء ده وحك حتدعمنا في المادة العلمية كمحاضرة يعني ويعني ان شاء الله نعمل بقى شغل يشرفك يعني زي ما بيقولوا يعني الطلب. الله كم يقولوا بازن لحضر. خلاص بازن الله ان رتبها ان شاء الله بشمهندس محمد محمود وبازن الله خير يعني. شكرا الله حكو سهرناك سهرناك معينا النهار ده معلش. الله يخليك تعيش تعيش في رعاية الله في رعاية. الف سلامة адиكو سره.اماسره.從 السلام علىldателяvero شكراهSave. شكرا.